مملك السلام عليكم عليكم السلام مزيح حضرتك اهلا بيك يا بنتي اهلا مش عارف انا اول مرة بصراحة بتصير ببرنامج مش هتندام ان شاء الله فانا عندي مشكلة ومش عارفة حلها ازاي اتفضل انا دلوقتي انا عندي 25 سنة كويس فمنفصلة ومعي بنتين طي المفصلة بقى لي 5 سنين طي فدلوقتي متقدم لي شخص ومتزوج وانا بقى زوجة تانية طي فدلوقتي اما اهلي يعني ما تردين ان هو متزوج فهل انا كده بصلم الزوجة الاولانية ولا بصلم ولاده فانا مش عارفة حلص روح عامليه فانا مرتاحة للشخص ده تمام خلاص خلينا اقول لحضرتك تمام احنا دايما انا دايما لما ييجي واحد عاوز يتجاوز على مراته بقول له كلمة كده ايه يعني ارجو ان يسامحوني فيها الرجالة كله بقول ايه الزواج التاني ده بتاع الرجالة الزواج التاني ده بتاع الرجالة بس مش بتاع العيال يعني ايه كلامي يعني انت كده بتدعو الناس الرجالة انه يتجاوز لا مش قصدي كده خالص انا بقصدي بقول اللي ناوي يعمل ده لسبب من الاسباب لازم يعلن ده انما ما ينفعش واحدة يخرج بيها قدام الناس قدام الكاميرات وواحدة التانية مخبيها تحت التربيزة ده الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش يعني يعني خدوا بالكم من الكلام ده انا واحد من الناس انا بكلمكم عن نفسي انا الشيخ خالد الجندي انا ما جمعتش مع زوجتي زوجة تانية ابداً حصل اني انا انفصلت على الام ولادي حصل فيش اي حق كل الاسر بيحصل فيها الكلام ده والعلاقة على اكمل ما يكون انما زوجتي اللي تجاوزتها بعد كده ما تجاوزتهاش على زوجة تانية لان الحقيقة اللي مش قادر يعمل ده ما يعملوش انما تجيب واحدة تخبيها ورا السطارة واحدة تظهر بها قدام المجتمع واحدة تظهر عيني عينك بيها وتخرج بيها للمطاعم والتانية تطلع لها وانت لابس اللي نضار السودة وماسك الجرنان على وشك والبلط وقفل على نفسك وطلع الساعة الثلاثة الصبح عشان الجرام ما يشوفكش الكلام ده تصرف غير شريف وغير صحيح وانك تخبي على امراتك الاولانية انك متجوز عنها عليها ده تصرف غير شريف وتصرف لا يصح ولا يجوز من الناحية الشرعية يا جماعة الجواز ده نور الجواز وضوح الجواز اعلان الجواز اشهار الجواز معرفة ربنا بيخلى الجواز مش علاقة بين راجل وست الجواز مش علاقة بين راجل وست الجواز علاقة بين قصرتين ربنا بيقول وجعل بينكم نسبا وصهرا بينكم مش بينكم ما قالش بينكم ما بألف لتنين بينكم بين علتين بقى انا عاوز اقول لكم ان في اولاد لما بيموت ابوهم بيكتشفوا ان اخواتهم جايين يعزوا اللي هم عمرهم ما شافوهم بيكتشفوا من خلال العزة انه لهم اخوات في مكان اخر والكلام ده حصل كتير ويمكن الدراما كمان على الجيته معالجات كثيرة ومتعددة ليه لان لفندي عاوز يقضي نزويته في جلح الظلام ويرمي ارشين والتانية محبوسة اي زوجة بقى ترضى بهذا هي انسانة الحقيقة ستؤاخذ بينها ده الله يوم القيامة مهما كانت الاسباب اي ست ترضى انها تتجوز جوازة تانية وجوزها مش اي اللي امراته الاولى اوعي ترضى على كرمتك واوعي ترضى على شرفك واوعي ترضى انت الحيطة الميلة واوعي ترضى انك انت تبقى الزوجة الهدن المخفية واوعي ترضى انك انت تكون الزوجة الريزيرف الاحتياطي واوعي ترضى انك تكون الزوجة التي يستحي زوجوها ان يعلن زواجه منها امام الملأ ارجوكم اوعوا يا ستات تعملوا في نفسكم كده إن ما كانش الراجل ده قادر يعلن الكلام ده على الملأ بلاش منه ده معنى كلامي اللي عاوز يتجاوز على مراته ده شغل ده الكلام ده بتاع رجالة بس يعني لازم الزوجة الأورنية تبقى عارفة والزوجة التانية تبقى عارفة والعالم كله يبقى عارف إن الراجل ده متجاوز اتنين في الحالة دي حنحترمه جداً وحنرفع له القبعة في الحالة دي حنطلع منها حنقول التعدد الزوجات هنا صحيح مئة في المئة لأنه تم برضى كافة الأطراف زي يا فندم زي ما بيحصل في الأرياف في الأرياف وفي الصعيد وخلافه وفي الدول العربية بيبقى متجاوز على مراته مراته عارفة وده عارفة ما فيش كلام إنما تمشي مع واحدة يقوله ده مرافق ويمشي مع واحدة يقوله ده مراته تقبل على مراتك وشرفك إن الناس تظن بها الظنون واحد يقبل على مراته إنه يمشي من عندها والجيران واحد يلمحه وتطلع عليها سمعة في العمارة إنها ست ماشي ماشي بطال إيه السلوك ده فأنا بقول لصاحبة السؤال أرجوك على مثل الشمس فاشهد أو فدع اسمها شهود ليه اسمها إعلان ليه اسمه إشهر ليه قولي للراجل اللي عاوز يتجاوز على مراته قولي له لو سمحت لازم أتأكد إن مراتك عارفة علشان ليك حقوق اوعي تتنازل عنها وهو العدل في القسم بينه وبينك بينها وبينك يبقى هنا ليلة وهنا ليلة فلازم الكلام ده يا جماعة أدينيها ألها البلغت اللهم فاشهد